اشتركوا في القناة بماناجر لعب رياض محرز واكد له ان رياض محرز باقي في مانشيستر سيتي وملاك النادي يرغبون في بقاء رياض محرز في مانشيستر سيتي وايضا العائق ايضا الراتب السنوي لرياض محرز الذي يتجاوز 11 مليون اورو صعب ان تدفعه بارشلونة بالاضافة الى قيمة العقد وعدد من الامور اذا حسب سعيد فلاق انه اتصل شخصيا بماناجر ولا واكيل اللاعب برياض محرز هذا ما يفند اشاعة انه سوف يمضي في برشلونة احنا ما يهمناش سواء امضى في برشلونة سواء امضى في برشلونة او امضى في مانشيستر او امضى تجديد العقد في مانشيستر سيتي او في نادي اخر او في ايطاليا او في انجلترا احنا وش يهمناش نشوفه رياض محرز يتحصل على دور ابطال اوروبا هذا هو مبتغان تعنا ما يهمناش سواء يلعب في اي فريق ولا يبقى في مانشستر سيتي ما يهمناش يهمنا نشوفه رياض محرز بكأس دوري ابطال اوروبا هذي وش يهمنا احنا امور هذي ما لكن صحفي سعيد فلاقي يؤكد انها ان رياض محرز عفوا انها رياض محرز باقي في نادي مانشستر سيتي حسب وكيل اللاعب نفسه وكيل رياض محرز اذا موضوع اليوم راح نتكلمه على قصف جبهة من العيار الثقية بما انه شيء مهم ومهم جدا وكان هناك حديث من قابل على انه ستكون هناك رقوبات ولا ما احدى وكان هناك رقوبات والقوانين قليلا شكرا على اتاحة الفرصة لاثارة هذا الموضوع لشخصيا امتنأت عن التعليق عليه منذ سنة اي منذ صدور التعليم الوزارية لثمانية جوان الفين وعشرين منذ ذلك الحين واحنا مرتاحين وتبتين في موقفنا لان الموقف كان نابع عن قناعة وكان نابع عن نية صادقة في ضمان استقرار العائلة الرياضية خلال السنة الانتخابية اذا نية كانت نية صادقة في خدمة مصالح الرياضة الجزائرية وبقينا ثبتين على الموقف رغم الضغوطات ورغم المحاولات اليائسة لبعض الاطراف ذات المصالح الضيقة من اجل تدويل القضية والتهديد بتدخل الهيئات الدولية وتهويل الشعب الجزائري في اعزم يملك رياضيا وهو المنتخب الوطني واليوم الحمد لله مع الوقت تبين الحق من الباطل ورفعت الاقلام وجفة صحف والموضوع رأي يشير كما ينبغي وعملية التكييف رأي في الطريق وكل شي على ما يرى اذا مثل ما اسمعته اصحاب المصالح الضيقة وهذا الكلام لي قال الوزير انه قلناه قلنا رأي عندهم مصالح خاصة وقلنا رأي عندهم على المصالح اللي يبيعه ومش المنتخب الوطني يبيعه البلاد كاملة قلنا رأي كاي الناس في اقليلة عندهم مصالح خاصة يهدوك الفيفة عقبنا المنتخب الوطني يقصى راحين الفيفة عقبنا في كل بلاطوات هادروا وكاي المجموعة صحفيين وكاي اللي ايش اللي يغيبها لي انا ما فهمتهاش كاي الناس داخل المنتخب الوطني يعملون داخل المنتخب الوطني واصدقاء زدش ويعملون داخل الاتحادية يخرجونا في اشعات الخوف ونشر الرعب تخوفوا في الشعب الجزائري تنشروا في الرعب للمواطنين جزائريين ولا مناصرين المنتخب الوطني لحكت بيكم للدرجة هذي الفيفة وتعقبكم والماضي غاضب يقول لكم ما تعدروش باسمي لكم ما تعدروش باسمي انا اللي ميغي انا هذو من الناس انا بينين يعني امورهم واضحة بعينها مصالحهم الخاصة وخافوا على مصالحهم يجب يديروا اشعات اللي مخايفين رئيسة هذه يكون يكون جديد اما لا يقول لك وبالاتحادية يقول لك نطلقوا الاشعات باش نخوفوا هذي هي مصالح خاصة ومصالح ضيقة وقلناها عندنا شهور اكدها اليوم الوزير لكن انا الشيء يمدوخني وما فهمتوش انتم يا صحافة تهضرول على وزير السعادة ما وزير السعادة ونفو هابط وما نفو هابط انقدرتوش تسألوا سؤال تقولوا ليا السيب الماضي ارانا في المدة الاخيرة يخرجوا لنا الناس يخدموا معاك في داخل المنتخب الوطني ويخدموا داخل الالتحادية قالوا باللي ركز منزعج وفيفا راح تعاقبنا والمنتخب الوطني راح يقصى وش رد بتاعك وبرك هذا مكان صعيبة هذي فيها جملة وحدة الله غالبا نكون جيد صحافي ذوك نروح نحضر لها نحضر ما عادي مش عيب تسألي انتم كالصحافين وش مهامتك تصلوا المعلومة للمشاهد ولا للقارئ حنا وصل لي المعلومة ما سؤال كيما هذا جوهاري هذا كيفاش تغافلوا عليه كيفا ما تشوفوهش خطرة إلا مراحي ما ربي هلوم الصحافين حاشها البعضة بش ما نعموش على كل حال تعملها صالح ما خاف خي بالماضي مو شو وحش عياكلك قالها بالماضي كي الناس رم معاكل داخل يخلجونا في الإشاعات ويهدوا في الشعب ويخوفوا في الشعب الجزائري ويخوفوا في المناصرين ويدورونا في الرعب باللي راحوا المنتقبلوه راح يتقصى وفيفا راح تعقبنا بسبب أننا ما غيرناش القوانين تعزتش خلوا وزا بالماضي يرد خلوا بالماضي يرد تخافوا علاش ما صالحكم حتى أنتم حشر بعض مش الدرجة هذي وراحت العقوبات الفيفا خي قلت لكم مقبل الفيفا تهن الرئيس الحالي قدرنا عليها وعطينا لكم منشور تاع الفيفا الفيفا تهن الرئيس الحالي وراحت العقوبات يخي هذه أكبر هيئة دولية هي الفيفا الفيفا شخصيا تهن الرئيس الحالي شرف الدين العمارة الفيفا واحد يخدم في المسؤول الإعلام تعالي الاتحادية ومضم ماضي ونقول لكم وقداش نقناة يخرج فيها مش قناة واحدة قداش نقناة يهدد فينا يخوف فينا والمنتخبه وواحد داخل المنتخب الوطني معا بالماضي داخلها والماضي زعفان وبالماضي يروا وخرج وراح وخرج مننا وزعفان وفيفا راح تعاقبنا وكما نغيروش القوانين يتوشكون معرفناك مناجر معرفناك وكيل اللاعبين معرفناك مساعد مناجر معرفناك مسؤول أمن والله ما نعارفين حطك زر شي وخلاص هالله يسهل كل خبز على روك هالله ما نحسدو بيك ولا الله يعزيك ويعطيك صح هل انت عطنا تقرسمي إذا كنت تحضر باسم بالماضي ولا ما تقرسمي باسم الاتحادية والفيفا والفيفا وانتخب الوطني ما تعاقب ما تعاقبش الاتحادية تعاقبت ما تعاقبتش الفيفا بعثتنا رسائل تعا عقاب وعقوبات وتهديد ما كانش هلها تنبحوا في العيب مع الناس ها ويخرج لكم وزير قال لكم انتو ما عندكم مصالح ضيقة مصالح ضيقة هاي باينها 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 راكم تأكلوا الخبز معا بالماضي وساكتين هذا ما كان تأكلوا الخبز معا بالماضي وساكتين هلها تهدوا في الشعب وتخوفوا في الشعب وتخوفوا في الناس عليه وترعبوا فينا ودرنا في الرعب ها بتهدوا فينا بالماضي غاضب بالماضي راح يروب بالماضي كذا بالماضي قالك ما نجيت للشعب ما تزدوش تهدرو باسمي عم فهموها ما تهدروش باسمي مشت الدرجة هذه إذن وزير الشباب والرياضة يضعوا النقاط على الحروف يضعوا النقاط على الحروف أصحاب المصالح الضيقة يرودون معاقبات الجزائر أين هي العقوبات الله أعلم سقسي وجمعت زدشي يقولوكم العقوبات والراعد ترونس بارون ما تبانش العقوبات ترونس بارون شفافة إذن الحمد لله منتخب الوطني بخير والأمور تمشي على أفضل ما يرام بكال عقوبات لهم يحسنون لتهديدات أنتوا ما حبيتوا صاحبكم يلقى لكن الظروف ما تسمعش يا أخي صاحبكم كارثة بأتم معنى الكلمة ما كلاس نرجع مخلوق مخلوق راح خلاص على كل حال ربي يوفقه في حاجة أخرى لكن مصالحكم الضيقة وخفتوا على مع المناصب التوعكم ما تطلقونها في الإشاءات إذن الحمد لله منتخب الوطني في أياد آمنة مع الماسترو جمال بالماضي والحمد لله جزائر قوية برجالها ما زعزعناش الفيفا ولا تهديداتكم إذن في الأخير متقنع مع مزد من الفيديوات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته